بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي افتنح هذا الوجود بالنون المحمد الساري في كل قدية وجعل ببروج ذات احتماه وانتهام وخص أهله الفاقرة ونصده التاهرة بالأسرار إلهية فكانوا حزا حسينا لأهل الأرض وللدين هما والسلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابي وأتباعي ومن والا وقعد فيقول العالف الذي حاض من البرية وتحلى بعلم الظاهر والباته وسارت ايدنا وقاية مرمى ثنة بالداهر الذي حبه في القيامة منجن من النار المحمية مولانا السيد جعفر وحذن من إلى البرز الجين نثبته ومنقمى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولى وأسني بحمد موارده سائقة غنية ممتتيا من سكر الجميل منايا وأسنم على النور الموسوف بالتقدم والأولية المنتخد في القرى الكريمة والإباي وأستمنح الله تعالى ردوانا يقص العسرة التاهرة النبوية ويأم الصحابة والأتباع وموالا وأستجديه هداية لسلوك السبل الوالحة الجلية وحجزا من القواية في خطة القطأ وقطاب وأنسر من قصة المولد النبي برودا حسانا عبقرية نادما من النسف السريف هقدا تتحل المسامع بحلا وأسعيل بحول الله تعالى وقوة قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم عطل اللهم قتله الكريم بعرف سسين من سلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وبعد فاقوله سيدنا محمد عبد الله عبد المتالب وسوه سيبة الحب من الرزال سديا ابن هاسي واسمو عم عقب منات واسموه المخيرة الذي ينمي الارتقاء العليا ابن قسي واسمو مجمع سمية بقسية جدخاسيه في بلاد قداعة قسية إلى أن آد الله تعالى إلى الحرم المهترم فهماهما ابن كلاه واسمو حكيم مرة ابني كعب ابني مأي ابني خالب ابني فهر واسمو قريس وإليه تنسب البتون الحرسية وما فوقه كنالي كما جنح إليه كثير وارطدار ابن مالك ابني ندر ابني دنان ابني قسيم ابني مدرك ترني إلياثة وهو أول من أهدن كن إلى الرحاب الحرمية واصمع في سلبه النبي سل الله عليه وطلم زكر الله تعالى ولبا ابن مدر ابني ندار ابني معد ابن عدنان وآزا دلق نظمت فرائده بنام سنة سنية ورقه إلى الخليل إبراهيم علم سلام أمسك عنه الشارع وأباب وعدنا نب لا ريب عند دم العلوم النتبي إلى التبيخ إسماعيل نسبته ومنتمام بعث به من هقد تألف تألف التواكبه الدرية وكيف لا وهو السيد الأكرم سل الله عليه وسلم واسطة المنتقى ولله الدر القائل نسب تعسب العلا بحلام خلدتها نجومه الجوغاء حب ذاه قد سودد وبقال أنت فيه اليتيمة العقماء وأكرم به من نسب تهله الله تعالى من سفاه الجاهلية وأورد الزين العراقي وأورده بمورده الأليء والروان أجد الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سوتاً لإذنين تركوا الصفاه فلم يسبوا معاره من آدمه وإلى أبيه وأميه سرارة سراء نور النبوة سرارة سراء نور النبوة في أسارين أخرى لهم البهية وبدأ فتره في جميل جدي عبد المتلف وبه عبد الله عد للهما قدره الكريم بعرف سزين من سلاة وتسليم عد للهما قدره الكريم بعرف سزين من سلاة وتسليم عد للهما قدره الكريم بعرف سزين من سلاة وتسليم عد للهما قدره الكريم بعرف ششيل من صلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سسيل من صلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سسيل من صلاة وتسليم عطل اللهم حقه الجريم يعرف الشجين من سلاة والنسلين اللهم سلق وسلق وبارك عليه اللهم سلق وسلق وبارك عليه اللهم سلق وسلق وبارك عليه ولما إفراد حقيقا للوحيد نقلموا إلى مقره من سلاة آمنة الظهرية وقصها القريب المجيب بأن تكون أماً لمستغاد وموديهم السماوات والأرض بحمدها لأدوار دادية وصفاق المسب لهبوب النسيم الجمال وقصيت الأرض بعد تكون جنبها من النبات قلناً سلسياً وأينات التمار وأن السجر للجنان جناً ونطقت بحقه كل دابة لقريب المساح الألزم العربية وخرت الأسرة والأدناء على الهدوء والأخواق وتباشرت 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 كهانة ونهبت الرهبانية ونهجت لقبري كل حفر قبير وفي خلاح الهيطان وأطيك المروف المنام فخيل لها إنك قد حملت بسير العالمين وحير البنية فسنهي إذا ودعتي محمدا فإن لو ستهمت رقبا ولما تم من حدي شهران على مشور الأقوال المردية توفيت بالمدينة منورة أبو عبد الله وكان حديث تاذى بأقواله من عديد من التائفة النجارية وبقت فيهم شهرا فقيما يعانون سقمه وشقوان عدل الله وقدره الكريم يعرفك سسير بالسلاة وتسليم 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 اللهم صلِّم وصلِّم وبارِق عليه اللهم صلِّم وصلِّم وبارِق عليه اللهم صلِّم وصلِّم وبارِق عليه ولما تم من حده على الراجح بسعة أشهر قمرية وآلة الضمان أن يندلي عن سلاة حضرتهم وهو ليلة المولد السريف آسياً ومعياً في كثوة من الحدينة المرسية وأبدها المقاد صوالدهم صلى الله تعالى عليه وسلم نوراً جدلاً له سلاة ننجب جوك مقاليان تبی صلى الله عليه وسلم ننجب جوك في جلتين تبی صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خاتم النبين السلام عليك يا خير القرائب يتعين السلام عليك يا خائد من محجنين السلام عليك يا من سفر حدا في يدي وحن الكذر إليه السلام عليك يا من بلق رزالة السلام عليك يا من قلدت الأمانة السلام عليك يا من نزعت الأمتة السلام عليك يا من لذبت الأمتة السلام عليك يا من أخلت الهجة السلام عليك يا من أودحت المحجة السلام عليك يا من أخلت الهجة السلام عليك وعلى آلك وعلى آلك وعلى بيتك وعنواجك وصحابتك أجمعين السلام عليك وعلى سائل الأنبياء والمرسدين والخلائكة المقربين وجميبات الله سانعين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وحركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا هاتي المدين السلام عليك يا نزير يا نجير يا ناهر يا ماهر السلام عليك يا نجير 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 السلام عليك يا نجير يا نجير يا نجير السلام عليك يا نجير يا نجير يا نجير السلام عليك يا نجير يا نجير يا نجير يا نجير يا نجير السلام عليك أيها اللي ناجلات المسحين السلام عليك يا كبيه المتبين السلام عليك يا قلوة قورك وعث وجولك بخوله تعالى وإن قلعنا قلوب عديم وبخوله عندما جلا من قائم بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا دين الأنبياء السلام عليك يا أخي القيام السلام عليك يا أسفل أسرياء السلام عليك يا أزفل أسرياء السلام عليك يا أحمد يا محمد السلام عليك يا تاه يا ممجد السلام عليك يا كهفا السلام عليك يا هدنا التمر السلام عليك يا معي الطلوب السلام عليك يا جاري القروم السلام عليك يا قين الأنام السلام عليك يا بدر الدمام السلام عليك يا أهو المزاير السلام عليك يا بها الزباير السلام عليك أيها المسفع بالحيام السلام عليك أيها المذنن بالغمام السلام عليك أيها المتوج بالكلام السلام عليك يا ملازم جاكين السلام عليك يا أحسن الثمان السلام عليك يا ذا الموهبان السلام عليك يا رب السلام السلام عليك يا نايا الفلاح السلام عليك يا نور السباح السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا خير القلايا السلام عليك يا أبدا ناتق السلام عليك أيها النبي والرسول السلام عليك يا أبدا البطول هذا تحيل التربية والمستوى هذا جنه المجهة والأهد هذا جنه المعجهة والمتدار هذا حديث الله هذا المجهة ننجب أقصف بسم الله من فخار ما لم تكنه الندار وأتت قوما لابدني مما حملت قوما لابدني مما حملت قر مريم العدراه وأتت قوما لابدني مما حملت قر مريم العدراه وتوالت قسر الهواتب أن قد ودد المسبا وحق العناه هذا وحدث حسن القيام عند ذكر مولد السريف أئمة نزو رواية ورؤية فتوبى لمن كانت عديمه فكانت فتوبى لمن كانت عديمه سل الله تعالى علي وطلبك غاية مرامي وطلبك عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سزيل من سلاة وتسليم اللهم سلق وسلق وبارق عليك اللهم سلق وسلق وبارق عليك اللهم صلي وصلي وبارك عليه وبرس صلى الله عليه وسلم وانع يديه على الأرض راجع الرسول إلى سماء علي مومي القتال كرح إلى سودني وأولا ومسير إلى رفع قدري على سائر البرية وارنه الحبيب الذي حدنا انتباعه وسجايا ودعوه عبد المتلبين وويتوه بآتيك البديا فقبل مصرعا ونظر إليه وبلغ من سؤول منا وأدخله جعبة مراء وقام يتوه بخلوث لي ويسكر الله تعالى على من نبيه علي وعداء وولد صلى الله عليه وسلم نذيفا نخولا مقطوع صرتي بيجيل قدرة بيجيل قدرة الإلهية تيبا تينا مقحولة بكحل العناية عينا وخيل خطن وجده بعد سنب الليالي سمية وأولمه أدعم وسماه محمدا وأكرم مسواه وقال عند بلادته خوارك وخاء رائب غيبي إرهازا لنبوته وإلى من بأنه مقدار لا يمتبا فزيدت السماء حدا ورد عنها المردت وضر النفوس الشيطانيا ورجمت كتوم النيرات كل رجيم في حال المرقى التي ليس صلى الله عليه وسلم الأنجم الدورية وسنالت بنوريا وسنالت بنوريا بيات الحرم وربا وخرج ماه سنالله عليه وسلم نور الأدان له قسار السامي الحسرية قسار السامي العيسرية فرآها من كتاب مقتداه ومعناه وانتدع الليوان بالمدايب التسريبية الذي لمعها شروان سمب وصوان وسفت أربع أحدة من زروفات نورية وقسر سرين الملك الإسرالي أمري ما سابوا وعراء وخمدت النيران المعبودة بالمالك البراسية لتلوع قدرين المنير وإشراح المحياء وخادت محيرا ساوتا وكانا بينها مغانا وخم من البلاد العجمية أجفت إذا فواجب قمت سجادي جنادي ورمي كالحقاء وفادوادي سماوة ويما بادة في فلاد وبري لم يكن بها حق ما ينقوا بجمال الله وكان أجفت سل الله عنه وقلمه بالموضع المعروف بالعراة المكية والبنى بالحرام النبي لا تعدل تفط جرور لا يخلالا واقتلف في عمي ولادك سن الله علي وقلمه وفي جارها وفي يوميا على أقوال للعلماء المروية والراجو أنها بعد فجر يوم الإثنين ثاني عثر ربي الأول من عام الفير الذي تبه الله وعلى الحرم وحمى عد للاهم قبره الكريم بيعرف تسيب من سلاة وتسليم عد لله مباخور كريم بيعرف تسيب من سلاة وتسليم عد لله مباخور الكريم بيعرف سسين من سلاة وتسليم عد لله وقفه الكريم بيعرف سسين من سلاة وتسليم عد لله وقفه الكريم بيعرف سسين من سلاة وتسليم عد لله وقفه الكريم يعرف السزين من سلاة وكسير عدل اللهم عبره الكريم يعرف السزين من سلاة وكسير اللهم سليم وسلم وبارك عليه اللهم سليم وسلم وبارك عليه اللهم سليم وسلم وبارك عليه ولما برقى صلى الله عليه وسلم أربع سنين خرجت به إلى المدينة النبوية ثم عادت وافتها بالأبواء أو بسعب الحجون الوقاء وحوال المحاسنة أيمان الحبسية التي دوجا عنه سلاة وسلام بعد من سيد المحارفة المولى وأدخلت على عبد المتنب قدمه إليه ورق له وعلى رقيا وخال إنني هذا نشأن عديما فبقن بقن لمن وقره وولا ولم تصف في سباوه موعا ولا عدسا قد نفذه الأبية ولا عدسا قد نفذه الأبية وكثيرا ما قدعا فاقتضى بماء الزمزم فقفاه ولو ما أني خدفنا الجديعا بالمتالبين متى يومنيا كفلوه أبو تالب شقيق لدي عبد الله فما قام بكفالة كيبعة من قوين وهمة وهمية وقدمه على النف والبنين وربا ولما بلق سل الله عليه وكمما إثنتي عشر سنة رحلني عموه أبو تالب إلى البلاد شاميا وعرفه الرائم بحيرا بما حاذه من وث النبوة وهواء وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا قد سجدن له الشجر والحجر ولا يزدنان إلى لنبي الأواء وإنا لن نجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبينك في قاتم النبوة قد عمه النور وعلا وأمر عمه برده إلى مكة خوفا عليه ملاه الدين الجهودية برج عديد ولم يجال لنسان مقدس بسراء ولما بلق سل الله عليه وظلم خمسا وعثين سنة سافرا إلى بسراء تجارة لخديجة الفتية ومعه قلاه وميسرة يخدمه ويقوم بمعنى وندلت تحت شجرة للا سومعت نسولا رائبا ننانيا بعرض الرائب إذا ما ليليه والوار قواه وخال ما ندلت تحت هذه شجرة خدت إلى نبيه زوسفات نعيا ورسول قد قصر الله تعالى بالفنائل وهبا ثم قال لميسرة أبيعي قنة الإستسال علامة القبية فأجابه بنعم فحقق لدي ما ذنه فيه وتوقع ثم قال لميسرة لا تفارق وكن معه بسدق وعدم وحظ طوية فإنه ممن أكره لاه تعالى تقوة والتبا ثم عاد إلى مكة فرات قديجة مقبلا ويا بين النزوة في عليا وملكان على أرسي سريفي بالدحى سرسحت أبلا وأخبرها ميسرة جعل نورا ذلك في السبر كله وبما قاله الرائب وأودعو أولدي من الوكية وداعف الله له في تلك التجارة ربحها وتماء فبال بخديجة الدمارات وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البنية فقد بده لنفيا لتسوم من الإيمان بيتي بريا فأخبر عمامه بما دعوا إليه هذه البرة الدعية فرحبوا فيها ألفا ودين وجمال ومال وحذب ونذب كل من الخوم يهوان وحذب أبو جالب وثالي صلى الله ولي وكلمه بعد أن حمد الله بمحامل سنية وقال هو وله لون موت عديد بعد يحمد فيه مترا فضوجا من علي سلاة وملاه أبوها وقيل أقوال وقيل أقوال لسادق سعدتها الأدلية وأولداء أولادين إلا الذي باسم القليل سمى عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين عد للهما قبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزين لأيه اللهم سلِت وسلِّم وبارِك عليه اللهم سلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم سلِّم وبارِك عليه ولما بلق صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة بنت خريس الكعبة لانسدايا بسيول الأبتحية وتنادى المفير في الحجر الأسود فقلوا الأراد رقا ورجا وعظوا الخال والقال وتهالفوا على القدال وقوية العتبية ثم تداعوا إلى الانتاب وفوضوا الأمن إلى ذئرين سائب وأنا فحكم بتهكيم دول دام من باب السدنة السبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمير وكلنا يحبنوا ويردى فاقبروا بأنهم لدوا أن يقونا فاحب الحكم في هذا الأولم الملهم ووليا فودع الحجر به جوب ثم أمر أن ترفعوا القبائل جميعا إلى منتقى فرفعوا برقل هاتيك البنية وودعوا صلى الله عليه وكلما يدي شريفتي في مولع الأن وفنا ولما كولده صلى الله عليه وكلما أربعوا ورسنة على أوصح الأقوال المروية بعصوا الله تعالى لعالمين بزيرا ونذيرا فعموا برعما وقل يا إلى تمام ستة عسل بالرؤيا سادخة جنيا فكان لا يرى ربيا إلا جان متنفلة سبح على سناء وإن ممتدي بالرؤيا تمدينا للقوة البسرية لأن لا يفتاو الولد بسريه النبوة ولا تقوى مقوات وحبب إلي الخلاو فكان يتعبد بحرار الليالي عددية إلا أن أتاو سريح الهق في وفاق وذلك في يوم الاثنين لسعب عشرة قلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال لثب أو لأربع قلت من شهر مولده الذي بنادي بطر محيا فقال لو إقرأ فابا فقال ما نابخاري فقطه قطة قرية ثم قال لو إقرأ فابا فقطه قطة سانية حتى بلق منه الجهد وقبا ثم قال لو إقرأ فأبا فقطته ثالثة ليتوجى إلى ما سيرقى إليه بجمعية ويقابله بجد واتياد ويتلقى ثم فتر الوحي ثلاثة سنين أو ثلاثين سالا لي الساقى إلى انتشاق هذه النفاعات سسيا ثم أنزل علي أيها المنسر فجاء أوتي في لبيان ونادا فكان من قوتي في تقدم الإقرأ باسم ربك شاهد على أن لا سابقية واتقتم على رسالتي بالأشارات والنذارة لمنعا وأول من آمن به من الرجال أبو بكر ساهب القاري وستيقيها ومن السبيان علي ومن الإزاء حديجة التي ثبت ما وفيا قلبه ووقاه ومن الوالي دين حارتنا ومن الأخار فلال الذي عذبه في الله أمي وأولاه مولاه أبو بكر من العد ما أولاك ما كما عظمان وثعد وسعيد وطلحة ومعف وابن عمدي سبيا وخيرهم ممن أنهلوا سديق رحيل تسيق وسقا وما آل عبادته سل الله عليه وكلمه وأفحابه مغيا حتى أنزل عليه فالزعب ما تؤمره فجال بدواء القلب إلى الله ولم يقعد منه قومه حتى عابا لعدوم وأمر برب المات والوحدانية فتجرؤوا على همفارتك بالعداوة وعاء وصلت البلا على المسلمين فآجروا في سنة القمس إلى الناحية النزاكية وحجب عليه أخو أبو طالب فآبه أبو من القم وتحامى وفرد عليه خيام بعد من الساعة الليلية ثم نذف بقوله تعالى فقره ما تيسر من واقيم السلاة وفرد عليه رأعتان بالغداد ونقعدان بالعقية ثم نسخ خديجة بثلوات القبض في ليلة المزرع ومات أبو طالب فينس الشوال من عاش الهدعتك وعدمت بموته الرذية وثلت خديجة بعد ثلاث وشط البلا على المسلمين وثيق عراء وأقعد مريس به صلى الله عليه وطلم كل أذية وأم التائف يلو ثقيفا وآخروا بي سفاة أكوال عبيدة فسقوا بألتنة بديا ورموا بالحجاج حتى خببت من دماء على ثم دعا إلى من كان قدينا فسأله ملك التبال بإهلاك الآليال ذم العدبية فقال إني أره أن يغرق الله من أساب من يهدي ويدور الله عدل اللهم قبره الكريم بعرف السزيل من سلاة وتسليم عدل اللهم قبره الكريم بعرف السزيل من سلاة وتسليم عدل اللهم قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتزنين عد للهما قبله الكريم بعرف السزين من سلاة وتزنين عد للهما قبله الكريم بعرف السزين من سلاة وتزنين عد للهما قبله الكريم بيعرف سسين من سلاة وتسين اللهم سلِّق وسلِّم وبارِك عليه اللهم سلِّق وسلِّم وبارِك عليه اللهم سلِّق وسلِّم وبارِك عليه ثم أسري بروحي وجددي يقنل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورهابين قرسيا وغر جميل سماوات فراء آدم بالأولى وقد جلَّ له الوقان وعلا وفي الثانية عيتم البتول البرة التقية ومقالة يحيى الذي أوتي الهقوم في زبان وفي الثالثة رايتم صديقة جزورة الجمالية وفي الراجعة الجريس اللذيب وفي الراجعة الجريس اللذيب فهاجموا في سنة القمس إلى الناحية النساجية إلى الناحية النجاسية وحجب علي عمه أبو تالب فهبه كل من القم وتحامى وفرد عليه حيام طعب من الساعة الليلية ثم نسخ بخونه تعالى بقرأوا مات يسرى الواقيم الصلاة وفرد عليه رقع تالب القداد وركع تالب عسية ثم نسع بيجال تلواك القمس في للد المسرى ومات أبو تالب الدين في شوال من عادل في عدد وعدمت بموتير رقيا وطلقوا قديجة بعد سلاسل وطلقوا قديجة بعد ثلاث وشك الفلاو على الوزمين وفي غورا وأقع التريس فيه صلى الله عليه وسلم كل أدي وأممتها يقوم تقيبا فلم يحصنوا بالإجابة عمراء واخروا به سباء والعقيل فسقوا جارس لكن بدي ورواه بالحجارة حتى مذبت بالدماء على ثم عاد إلى مكة خرينا فسأله ملك الكبال بإهلاك آيات من عكبية فخال إني أردو أن يبرج الله من أحسابي من يهدي وإنه الله ثم أسري بروحي وجذدي يقضت من المسجد الحرام إلى المسجد الأحساب ورهابه القرسية وعن جبيل سماة فرآدم في الأولاد وخد جله الوقار وعلا وفي سانية عيد ابن البتول المرة التقية وابن خالته يحيى الذي أُدي الهكم في سباء وفي سالسة راية فسديقة بسورته جمالية وفي الراجعة إبريس الذي ربع الله مكان وعلا وفي الخامسة هارون المحبفة في الأمة الإسرائيلاتية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله وناجا وفي السادسة أدعى جباه من الذي جاء ربه بسلامة القلب وعطي قوية وعبده الله من نار نموذ وعفا ثم إلى سجرة التي ملتا إلى أن سمع سريف الأقلام بالأمور المقدية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله وإيوانا وأمات له عجب الألوان الجلالية وأرابع يرسه من قدرة ركوب يجمالا وبسط له قسط الإسلال في المجال ذاتها وفرد عليه وعلى أمه عمزين ثلاث ثم أنهل سحاة الفتر فردت إلى حمز العملية ولا أجل الخمسين كما شاءه من أذن وقنا ثم عاد في ليلة فصدقه السديق بمكرا وكل سياق وروية وكتبت فريش وارتد من أدلو شيتان وأقوى عد للهما قبله الكريم بعرف سزيل من صلاة وتسليم عد للهما قبله الكريم بعرف سزيل من صلاة وتسليم عد للهما قبله الكريم بعرف سزيل من صلاة وتسليم عد للهما قبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم عد للهما قبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم عد للهما قبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم معدل الله قبله الكريم بعرف سسير من سلاة وتسير اللهم صلي وسلم وبارق عليه اللهم صلي وسلم وبارق عليه اللهم صلي وسلم وبارق عليه ثم عرد نصر على الخبائل بأنه رسول الله في الأيام موسمية آمن بي ستا من الأنزار إرخصه الله في ردان وحد من في الخابل إثنى عشر رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انسره ودار الإثام بالمدينة فكان مطل ومأوى وخدم عليه في الثالث تقول أو خمسة أو سلاة وملا تالي من القبائل أو سيكل والقترجية فبايعوه من عليهم استيعتر نقيبا جحاكهة سراب واجل إليهم من مكة ذو الفلة جدا والأوتان رغبة فيما عدى من هجر الكفر والنواب وخافت لي أن يلهق صلى الله عليه وسلم بأسابه على الفورية فاعتبروا بخده فحبته الله واجل له من هجرة بيريده بدعمهم حياد المنية فخرج عليهم ونذر على لوثيم الدرابة وعداهم مخار طول وفاز الصديق ذيب المعية وأقاما به ثلاثا تعمل حمائم حمائم والعناكب وهماء ثم خرجا من ليلة الهدين وهو صلى الله عليه وسلم على قيل المتيا وتعرض له شراقة فابتهل فيه إلى الله ودعا فساقت خوائم فرسه في الأرض القلبية القوية وسأله أمانا فمنحه إياه عد للهما قبره الكريم بعرف سسير من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سسير من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف سسيح من سلاة وتصديم معتر الله وقفة الكريم بعرف سسيح من سلاة وتصديم اللهم سلق وسلق وبارق عليه اللهم سلق وسلق وبارق عليه اللهم صلِّم وصلِّم وبارِق عليه بها حلق لأسلق لأبنى قمث حدّر عنها ودعى الله مولى ووليه فاترق فحلف وثقى كل من تمي من القوم وأواق ثم حلف ورقل الإناء وخاذروا لديا آياتا جليا فجاء أبو معبد ورأى البنى فذاب في العجب إلى أقصى وقال أني لكذا ولا حلوبة بالبيت تنبت بقطرة لبنية فقال المر بنا رجل مبارك بضاء وكذا إخمان ومعنى فقال هذا ثائب قريب وأقصم بكل إلهي بأنه لو رأى أولام نبيل واتبعوا وانا وخدم صلى الله عليه وظلمه المدينة يوم الاثنين ثاني عشر لبين أولي وأذرحت بي أن جاءوها الذكية وتلقاه الأنسار وندل بقبى وأسّز مسجده على تقوى عطل اللهم قبره الكريم بعرف سنسيب بالسلاة وتسليم عطل الله وقبره الكريم بعرف سنسيب بالسلاة وتسليم بعرف سنسيب بالسلاة وتسليم عد لله وقبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم عد لله وقبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم عد لله وقبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم عد لله وقبله الكريم بعرف السسين من سلاة وتسليم اللهم صدق وصدق وبارق عليها اللهم صدق وصدق وبارق عليها اللهم صدق وصدق وبارق عليها ثم حرج صلى الله عليه وسلم في أسندين وإسرين ليلة وأركب في التريق سلاة الجمعية فسلاها بما المعنى من المسلمين وكانوا مئة وهي أول جمعة صلى الله مركبا وتوجه إلى المدينة والأنسار وحيطون بي وهم متقلطون سيوفهم فريحين بما من الفجل فريحنا بما من الفجل آتاه النار وحدثنا عن سنور أهل المدينة ولا خرج وقد خرج بملافاته في من خرج من النساء والسفين والولائد ينسلنا اقتربا بخدوم سائف الأرعية أشرح القدر علينا من سليات الوداء وجب شكر علينا ما دعا لله إداي أيها المبنس فينا جئت بالأمر المتاعي وخرج الجواري من بني النجاري يدرمنا بالتفوح ويقلنا نحر الجواري من بني النجاري يا حب ذا محمد من جاري فخال صلى الله عليه وسلم أتحبني كل نعم يا رسول الله فقال الله يعلم أن قلبي يحبكنا وتفرغ الخرمان والقدام في الطريق جاء محمد رسول الله وصفر صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عصرين سدين في كل سنة ملا تواليه سامية يترب الثاني عند زكريان وتنزايا القسران عد لله مقبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزليم عد لله مقبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزليم عد لله مقبره الكريم بعرف سزين من سلاة وتزليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم عد للهما قبره الكريم بعرف السزين من سلاة وتسليم اللهم سليم وسلم وبارك عليه اللهم سليم وسلم وبارك عليه اللهم سلِّق وسلِّق وبارِق عليه ففي سنة الأولى بنى مسجده المسكورة ففي سنة الأولى بنى مسجده المسكورة مساكنه يا لها من مساكن التبالى في عرساتها وخلالها ندول إبريل عليه السلام رسولا من الله إلى خير بني وفرد عليه الجال قد خاصى شباعده بنى في شريفته وبعث جملة من أسابه لعدة سرايا وبعث الأقرر فيها عين ففاقوا بردوان من الله أبعث سلَّى الله عليه حق وثلَّمه في رمضان عمّه عمدة يعترد عين البريس في سلاثين من الواجرين في السابقية الإسلامية وفي سواله عميدة في الحاج في ستين منه إلى بك راجح وسعد خابي وقاف إلى الخراب في عثمين منه يعترد عين البريس وفيها خطوة الأقواء خرية بين مكتة والمدينة المنورة بأقوار النبي يهوان وفيها تعلن بق الأدان السلوات وفيها جعلن سلاة القدر أربع رقعات وكانت رقعتين وفيها سماء عبد الله المسلام وكان عالم المنة اليهودية وفيات وفي من الواجرين عثمان بن مضون أخوه صلى الله عليه وسلم من الردعين فدفنه بالبقي وقال أدفع إليه من ماد من آلي وفيها ماد أثتم سرارة نخيب مني نجار وفيها صلى سلاة الجنادة على البراء بعد وفاته بسار وفيعا أخا بين المهاجرين والأنسار الذي كل منه نذروا وفي سنة السالية قولت القدرة من جاة البيت من جاة البيت المقنس إلى القابة بعد ستة عسر سالا وفيها فللأس ورمدانا وكفاة ماليا وفيها مدوة بدر كبرى ودارت الدائرة على الذين قردوا من دياء بطرا وريال فمن نزيل ومن منال الكأس مدية نقع القشا وفيها قرد الدكاة الفتر وسل العيدين وطحا بكمشين أحدهم مع النثير والآخر عنهم وكيف وفيها ذخل عليه السلام بعشة ستيقية وفيها توفية ابنة عليه سلام رقية وفيها قصبة بوات وديع سيرك وبني قيل قاعك والسويق وفي آرة علي لفاتمة عليما وعلى سائر صحابة ردوان من الله وفي السنة الثالثة ولد الحظن عليم عليهم الردوان وقطوة احد وحمراء الاسد واقتفان وحلمت القلب وتزوج علي السلام بحفظة وذينك بنت قذيمة الهلالية وعثمان بي امي قنثوم بعد وفاة رقية وفي السنة الرابعة خطفة بن الندير وداك الرقاع وبن الأخيرة وفي آت وفي زينك الهلالية وتزوج علي السلام بحفظة وفي آتها الآية التيوم ورجو يهود بين اللجينة زناياه قسرا سلاه ثلال صغر وفي آه لده الحسين العليل عليه ما أكبر للوالي وعلمان وفي السنة الخامسة قطوة دومة الجندل والمريسع وبني خريبي وفي آتها وجعله عنا وذينك بالتجعس وجوه رئي وفي آه لآيات الهجاب وفي آه وقاع عديده خير ما تقدم ذكر العليا عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم عدل اللهم قبره الكريم بيعرف سزيم من سلاة وتزيم اللهم سلِّم وسلِّم وبارِق عليه 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 تحت السجرة كلهم بالنفر والمال فلا وفيها فأيت الناس فستصغالهم فسحوا سبيا هديا غدت الأرض به بسيه وفيها غير ذلك مما يعرف أنه سنة لا ولي وكل ما مختار الله ومندباه وفي سنة السادعة خطوة حيبرة وخطوم خالد من ولي وعثمان من تلحة وعب ابن عاس وأبي هريرة وعمران ابن حسين وإساء وفياتة وجعبهم السلام ميمونة بنت نهارف وسفية بنت خيين وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجاد الرحلة دلدل ومارية الخبطية وفيها معسى الرسول إلى الكلوت وانتعد القادم لقدم الكتب وتحريم الحمر الأهلية وفيها أمرة الخدائم كان عليه السلام فيها الحين وساق من المدينة ستين بنت ستين بنت فانهراء وقابل مقد سلاة فرجعوا والبنحاء من ألف الابتراح تقول واخدنا وفي سنة الثامنة فانه مقدر لنقر قريب الهدى وتعفى النبي صلى الله عليه وقلم بالبيت يوم الجمعة النازلين من رمضان وحوله ثلاث ميات وستين سلما وكلما مر بسلم أشان إليه بقديم قائلا جاء الهق وقال الباتل إن الباتل كان ذوقا ويقع سلم الوجه معجزة له عليه كلام باهرة جنيا وفيها قطرة خنين والنائف واتقاة المنبر والقربة عليه وكان يقوم إلى جهي النغرة في المدين قد عمل له المنبر فلما أطيل حل نوجده وخارك البقرة لما نابه من مفارقة الحبيب ونهار قنذل عليه السلام فاقتدنه قد عزقنا وقال لو لم أعبدنوك وفيها ضعبا سودق يومها معجزة ماجد إبراهيم النبي وفاق بنتي دينب هدكية وفيها حوال سخير آجي بفت التنمين عنا القلم عنها أمزقنا عدل الله قبله الكريم يعرف السسين من سلاة وتسليم عدل الله قبله الكريم يعرف السسين من سلاة وتسليم عدل الله قبله الكريم يعرف السسين من سلاة وتسليم عدل الله قبله الكريم يعرف السسين من سلاة وتسليم عدل الله قبله الكريم يعرف السسين من سلاة وتسليم اللهم سلاة وتسليم اللهم سليم وبارك عليه اللهم سليم وبارك عليه اللهم سليم وفي السنة التاسعة حج أبو بكر سديق ومعه ثلاثمائة رجل وعيسون بدنة مهداتا إلى الرحاة المكية وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ في الموسم سورة البراك وأن لا ينوف في البيت غيان ولا يحجى بعد العالم أسرك بالله وفيها خطوة تقو كوان المسجد الدرار وخطوم الوفاة وتلتابعاء ومع تنساتيا وصل النبي عليه وفيها وفاة بنتي عليه السلام أم كنزوم المرقيا وفي سنة العاشرة كان الحجة الوداء فخط عليه وسلم من المدينة يوم الخليط من تلقعدة ومعه أربعون ألفا أو سقون ألفا أو من أدوان في النقوال مرقيا عن الرواب وكانت وقفتوا بالجمعة ونظل في اليوم أحملت لكم دينكم وأدمت عليكم نعمة ورديت لكم الإسلام دينا ولم يحجى بعد مهر سواء وقد حجى قبل النقوة وبعدها حجات عديدة واعتمر بعد ما هاجرت أربع عمر عمرة القداي وعمرة من الجعرانة وعمرة ما حجتين وعمرة حدوية وأسمى جليل بجليل والوفي إنه عليه السلام إبراهيم ونظرت لمنى أو قبل وفاته بسلاة أيام إذا جاء نصر الله ولما نجع إلى المدينة لأقامتها بقية الحجة والمحرم وسفر وفي يوم الأرواي من آخر كفر بن أبي عليه السلام وجعه فهم به وسبع وأشار إشارة زاهرة بحلافة النبي بكر ساهد معي فأساني على المنبر وقال في آخرين قربتي إن عبدا قيرهما بين نوت يوم تهدت الدنيا وبين ما عنده فاقتار ما عند الله فبكار فاقتار ما عند الله فبكاره بكره وخال فتينا بآبائنا وماتنا يا رسول الله فقابلوا عليه سلام قومي إن آمن الناس علي في صعبته وماله أمو بكر ولو كنتم متعدا من آل الأرض خليلا لتققوا أبا بكر خليلا ولكن أخوة إسامية ثم قال عليه ثلاث لا يبقى في المسجد خوقة إلى سد إلا خوقة أبي بكر ثم أكد أمر الخلافة بعمله سريعا أي سلِّه بالناس وروجع وهو يقول أن يسلِّي بالناس فسلّى أبو بكر بالناس أربعة عدرة سلا تنفي فدور إمام أنبياء ورسلات وأدل له صلى الله عليه وسلم نذاه أن يمرد في بيت عيشته لما رأينا من خرسه على ذلك فدخل بيتها يوم السين وتوفى الله يوم المثنين حين ذاعد الشرس أو حين سند النحان فالوقت الذي دقن فيه إلى المدينة في هجرة ورسول شريف بين وصدر عائزة وصدر عائزة البرة النقية وكان ذلك اليوم الثاني عجرة من ربيل أول تنة عجرة من الهجرة ومقص عليه السلام بقية يوم الاثنين ويوم كلا ثائفة فين يوم الأرقاء استغادهم بعد أبيبك أو لعدم اتفاقهم على اتقاد السواق إلى مقره الأسنى ومقوى ومدة مرده ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر أو إثناء ثلاثة وله من عمر ثلاث وستون سنة وفي نهل ثلثها وسر الدين وقام شرايعا وأتا رسالة إلهية وحدي بخسي علي ولفت الأبات وأثامة المسيد بنا من الماء والشقران والعبات واقفان ونالك ولله تر فائل الذين هيا جاء بلاتل من تيمه الشوق وأثناه لقد قدر المغدار في القدر خمسة علي كد العبات والفتل قد ورد مسامق سقران ومن حم إثمهم قلق يري في عيبي قدر على الرمض وقفن ذي ثلاثة أقوب بيت ليت فيها قبيد ولا صلاة ولا عمامة وصلوا عليه فراكين وكل الأسرى عليه مما تيسره من مناقبه التي بمناقبه بمناقب خيره مسرية برعسره وفردت عدد حكيفة الحمرا كان يتخذ تاليا وحد أمر بذلك وهو من خسائسين وهو من خسائسين في عدد بنات صلى الله عليه وسلم ما تعطرت المجالس بذكر شمائني وعولاد ما تعطرت المجالس بذكر شمائني وعولاد عطر اللهم قبره الكريم بِعَرْفِ الْسَسِيلِ مِنْ سَلَاةٍ وَنَسِيلٍ عَدْلِ اللَّهُمْ أَقَرَّهُ الْكَرِيمِ بِعَرْفِ الْسَسِيلِ مِنْ سَلَاةٍ وَنَسِيلٍ عَدْلِ اللَّهُمْ أَقَرَّهُ الْكَرِيمِ بِعَرْفِ الْسَسِيلِ مِنْ سَلَاةٍ وَنَسِيلٍ عَدْلِ اللَّهُمْ أَقَرَّهُ الْكَرِيمِ بِعَرْفِ الْسَسِيلِ مِنْ سَلَاةٍ وَنَسِيلٍ وقال صلى الله عليه وسلم أكبر الناس قلقا وقل قنزازات وثفات الزنية مربوع القامة أبيض اللون مشربت بقمرة واتع العينين أكهلهما أهدب الأسهار قد ملحت تجهب حاجبا مفلت الأسهار واتع الفقين أحسنوا واتع الجبين ذا جبهة بهلاديا سأل الخلقين يران في أن فيه بعض إفتاد الهتم العديل أمنا بعيد ما بين المنطفين سبت الكفين دخم الكراديس قدين لحل العقبين كسر النحية العديل الراجي شعره إلى شق شعره إلى الصحمة الأذنية وبين كتفي قاتم قوتي قطعمه النور وعلا وعرفه كله وعرفه أجبه من النفاهات المسكية ويتكفق في مسيدي كان ما يرقت من سبب الإرسال سابع الأسابع بيدي شريفة فيجب بنا سائر اللوم رائقة نبهرية ويدوى على نفس السبيل فيعرفه أصوله من بين سبيته ويدرائق له أجسريف في ليلة البدنية يقول ناعده لخر قبله ولا بعده بزوء ولا قصر يرى وكان سننا عليه وسلم شديد الحياة والتوادع يخصف علىه ويرقى ثوبه ويرقى ثوبه ويجب ذاته ويسير في قدمة النادي بسيرة سرية ويحب السقراء والمساكين وججز معه ويعوض مرداه ويشقع الجنائد ولا يقل فقيرا عن قول فقر أكواب ويقبل معجنك ولا يقابل عادت مما يكره ويمزين مع الأرملة وتب العمودية ولا يهام الملوك ويخدم لله تعالى ويرقى لدى ويمزين خلف أصحابين ويقوم فضو وقالين الفلائكة الجوحانية ويرقق البعير والفرق والبخلة والحمار الذي تعطوا الملوك ليادا ويعفق على فتيل حجرة من النوع وخطوة مفاتئة الحذاب الأرضية وراءت الجبال بأن تكون له ثاما والسلاما وكان سنلا والي وسلم يدخل الأخوة ويبدأ من نخيه بسلامه ويجيل سلاما ويقصر الخطب الجمعية ويتعلف على السلام ويكرم على الفكين ويعزو ولا يقول لا أقد يحب الله تعالى ويقال وهنا وقف جواب المقالين عن ابتراك في حلبة البنات بيانيا وبلغ ظاهر الله في فلاه وبلغ ظاهر الله في فلاه من إذا علم الله عد لله وقبره كريم بعرف سسير من سلام وتصليم عد لله وقبره كريم بعرف سسير من سلام وتصليم عد لله وقبره الكريم بعرف سسير من سلاة وتصليم عد لله وقربه الكريم بعرف سسير من سلاة وتصليم بعرف بالله كريم بعرف سسير من سراة ial تسليم عد لله مقبضه الجبير يعجل سسير من سلاة وتسليم يعجل سسير من سلاة وتسليم اللهم سليم وسليم وبارك عليه اللهم سليم وسليم وبارك عليه الله وسلم وفارق عليه الله يا باسك اليدين العدية إذا رفعت إليه أقف العبد كفاء يا من تنذهب في ذاته وصفات الهدية عن أن يطول له فيها نغائل وعشباه يا من تفرر بالبقاء والقلال والأذنية يا من لا يرجاع يقوم ولا يعرض على سواه يا من سلم الأنام إلى قدرة بفضله من سرصله وصفداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أذاحت من ظلمات الشك تجاه والتوصل إليه بسردات محمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى فبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاء وبأسحابه أولي الهداية ببردية الذين بذلوا نخوصهم لله يبقون فترا من الله وبحملة شريعته أولي المناقبة والقفوصية الذين اتبوا الشروف نعمة وفق من الله أن توفقنا في الأقوال والعمار بالإغلاف الهدوية وتنجه لكل من الخادرين مدلبه ومنعه وتقسلنا وتخلصنا من أسل الشهاوة والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بكسلنا وتكفينا كل مدل همت وبنيا ولا تجعلنا منك الأهواه هواه وتسطر لكل منا أكره وعده وعيا وتسهل لنا إنسانه لأعماله مع الضفر وتنجه لنا من حسين يقين مطاقا دانية الجنبية وتمخوة عنا كل تنب جينا وتعمل جمعنا هذا من قدائل منه كسنية برحمة ومغفرة وتجيم عن منصراتنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما وعضية ولكل الراجل ما أمله ورجاء وقد سألنا تأراجين وواهب قطلية فحقح لنا ما من تأرجونا اللهم أمن الرواك واهدح الرعاة والرعية وعاك من أجره من جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه الفلدة وسائل الجلاد المسلمين آنة سقية رقية وأصلنا حيثا وقيتا يعمل أنفياب سيده السبسبة ورباء واخفر لناس بهذه الورود محبرة المولدية سيدنا جعفر منجلا من ذنبين نسبة وملكمان وهبه له الفوض بخربك والرجاء والبمانية وجل علم الربي مقيله وصلنا وصله وعيبه وعجه وعصره وعيه ولكاجبها وقاليها ومن أساق ثمعه وعصره اللهم صلِّ وصلِّم على أول قابل للتجلِّ من الحقيقة كلِّة وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ما سُنِّفت الآذان من وصله الضر بأقرات جوهرية وتحلَّت سُطور المحافل السنية المنيفة من يقود حلاء وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العدد عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين